اشتركوا في القناة قامت عناصرنا بمداهمة وتفتيش المسودع انها تم العطو على كمية معتبرة من مختلف اللحوم الحمراء والبيضاء بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطاري تبين انها فاسدة وغير صالحة لاستهلاك البشري على اثرها تم حجز البداعة سالفة الذكر مع اعداد ملف قضائي ضد المعني وتقديمه امام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة من اجل حيازت وتخزين اللحوم فاسدة غير صالحة لاستهلاك البشري عدم احترام شروط النظافة ونظافة صحية ومارسة نشاط او مهنة مقننة خاضعة على سجل تجاري دون رخصة